فاد إحنا لما نسألوا هكذا كعامة الشعب يقول لك إلا مات باباهم قبل باباه معناتها ولاده ما يورتوش هذا هو ما هو شائع في المجتمع لكن هنا هناك قاعدة فقهية وقاعدة قانونية هذه القاعدة الفقهية تقول لك لا هناك ما يسمى بالتنزيل معناتها نشدوا هدوك ولاد الإبن المتوفي ونغرسوهم في بلاست باباهم الورد اللي كان راح يده باباهم اللي كان كان حي يده هما لكن هذا يتم وفقا لشروط حددها القانون ونص عليها المشرع ونص عليها قانون الأسرة يعني ليس في كل الحالات يريثون وليس في كل الحالات لا يريثون معناتها هناك شروط يجب أن تطبق في هذا التنزيل سؤال في محله أخت فريال لأنه تنزيل لما نفهمه شنو هو أولا الموت حق والموت مش ما عندها أنه كان إنسان كبير هو اللي يموت دماغ بالصغير يقدر أنه الإنسان يموت ولاده في حياته وولاده يكون عندهم أولاد بما أنه هدو الأب ممكن يكون توفي في سن صغير ويكونوا عنده أطفال هدو الأطفال تاعه ممكن يكونوا صغار ممكن يكونوا ما ببلغوش سن الرشد ما عندها رهم غير راشدين ما يقدروا شي خدموا ما يقدروا شي كده هدو الأب هدايا رأوا خلى هدو الأطفال ممكن يخليهم نوعا ما محتاجين أو نوعا ما ما رهمش في الدرجة اللي رهم فيها العائلة تحهم إذا توفي هدو الجد وكان هناك ميراث العائلة كلها رايحة تستفيد من هدو الميراث غير هدو الأبناء هدو ما اللي كانوا حجبوا يعني ما استفادوش من هدو الميراث لجو الفقهاء وفكروا في حل ليهم أنه يمنعوهم من الفقر يمنعوهم من الحاجة كذلك أنه هدو الأسرة تبقى ديمة أسرة متماسكة ما يكونش هناك طرف قوي وطرف ضعيف وطرف غني وطرف يعني فقير بالتالي زمان قبل المشرح كان قبل سنة 1984 لأنه التنزيل ما يسمى كذلك فقهان يسمى بالوصية الواجبة قبل 1984 كانت هناك وصية اختيارية معنى هدو الجد كيكون عايش ويشوف هدو الأبناء الإبن دياله اللي توفى هو على باله باللي ما حاش يورتهم القانون لأنه عندهم عمامهم رايح يحجبوهم إلى غير ذلك ما حاش يورتو يعني الشرعان ما حاش يورتو وش يدير هدو الجد؟ الجد يخمم أنه يمدلهم حاجة قيد حياته أو أنه يخلي لهم وصية بعد موته كانت هدوه ما تسمى وصية اختيارية ذلك قبل القانون تعد 1984 بعدها جاء أحيانا الأجداد يغفلون عن ذلك أولادهم هم الموت وهما ما خلوا لهم مش وصية إلى غير ذلك يبقوا هدوك الأحفاد هكذاك بدون ولا شيء بالتالي جاء القانون تعد سنة 1984 نص على أنه هاد الواجبة لي كانت اختيارية معنى هالجد هو الجد أو الجدة هما ليختاروا أنهم يخلوا هاد الورد جزء من الارث ليس كل الارث جزء من الارث لها الأحفاد جاء القانون قال لك هاد الوصية واللي إجبارية معنتها حتى لو كان الجد أو الجدة غفلوا على أنهم يخلوا هاد الارث يخلوا هاد الوصية لهاد الأحفاد القانون يعطيها لهم يعني جبران وبقوة القانون هذا ما يسمى بالتنزيل أي يدوحق باباهم حتى لو كان كان ميت ترجمة نانسي قنقر